اعتبر البريطاني ديفيد بيكهام المشارك في ملكية نادي إنتر ميام الأمريكي لكرة القدم في حديث لوكالة فرانس بريس على هامش مباراة ضمن كأس العالم للكريكيت في بومباي أن التعاقد مع بطل مونديالي قطر العام الماضي الأرجنتيني ليون الميسي كان هدية للولايات المتحدة والدوري وأضاف نجم مانشستر يونيتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمن وميلان الإيطالي السابقة عندما يخبرني أحدهم أن ليون الميسي يلعب مع إنتر ميامي لا أستطيع أن أصدق ذلك حتى الآن وتابع بصفتي مالكا أنا فخور جدا بوجود أفضل لاعب في العالم في الفريق كنا نعلم أن جلب ليو إلى الولايات المتحدة وليس فقط إلى ميامي كان بمثابة هدية للولايات المتحدة والدوري الأمريكي لكرة القدم